علن جهاز الأمن الوطني ضبطه شبكة لتزوير المستمسكات لعناصر من داعش في نينوة وذكر الجهاز في بيان إنه بمتابعة ميدانية وجهود استخبارية دقيقة أطحت مفارس جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوة بشبكة مكونة من سبعة أفراد يعملون على إصدار مستمسكات ثبوتية مزورة لعناصر من داعش الإرهابية وأشار البيان إلى أنه ضبط بحوزتهم محررات وكتب رسمية تابعة للجنة تعويضات ضحايا الإرهاب بالإضافة إلى كتب تابعة لوزارة ودوائر حكومية ووثائق ووكالات عامة وأختام مزورة